اما باقي القصة الكبيرة اللي فضحت السيسي وجننت الدمى الاعلامية بتاعته فهي اختار معركة شافها او قضها النظام النظام نفسه بالنسبة له هي معركة علاء عبد الفتاح ودي معركة غريبة جدا ابطالها طرف معا دولة بسلاح وجيش وشرطة وقضاء وإعلام وشوية معيز على اسرة بسيطة جدا كل الاسلحة دي على علاء فتاح وعلى اللي بيدعم علاء عبد الفتاح الطرف التاني بقى اللي هم دول اسرة بسيطة جدا بنتين وست فقط لغير اسرة علاء عبد الفتاح كل اللي زنبوهم انهم كانوا باحلاموا بجيل يناير في الحرية والكرامة للمصريين وكل اسلحاتهم في المعركة الغير متكافأة دي هي الاعلام هي الدعاية هي الكلام كل ده عشان حياته عشان ينال حريته زي بيقول الخبر ده علاء عبد الفتاح يصعد اضرابه مع انطلاق قمة المناخ بمصر والعفو الدولية تحذر من وفاته خلال 72 ساعة 72 ساعة ساعة 2 بتوقيت القاهرة يعني اربعة من اربعة ساعات تقريبا قصدي تقريبا علاء فتاح شرب اخر 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 بقق مياه زي ما البوست كان كاتب من شوية انه اهو الساعة 2 بتوقيت القاهرة يعني من اربع ساعات تقريبا انا فتاح شرب اخر كباية مياه كما ابلغ اسرته في جواب الاخير الاسبوع اللي فات قال بما اني بتاع بيولوجي خلوني اقولكم بسرعة ايه اللي بيحصل لجسم الانسان او هو ست كاتب كده يعني لما بيمتنع عن المياه واسف مقدما للصعوبة اللي هقوله وبتشرح فشل الجسم في تنظيم حرارته بسبب الجفاف بيعترض عمل انزيمات حيوية جدا في الجسم وبيسبب خلل في المخ اللي قد يصل لغيبوبة كاملة ثم يفشل باقي اعضاء الجسم في حالة عدم التدخل الفوري بيصل الوفاء ده اللي يحصل لعلاق لو ما خرجش من السجن بدون تهويل او تهوين اعضاءها هتفشل واحد ورا التاني ثم لقدر الله يا رب ما فيش غير الوفاء الحتمية محدش مضطر ولا عايز الكارسة دي تحصل اخت سناء بقى قررت تأمل خطوة انتحارية اخرت باسبور الامم المتحدة ورحت جاية هي بذات نفسها على شرم الشيخ معرضة حياتها في حماية الامم المتحدة قصدي معرضة حياتها للخطر وحريتها عشان تنقذ اخوها حضرات السادة سناء سيف في حماية الامم المتحدة على ارض شرم الشيخ دي حضرات سناء سيف مونا سيف راحت وقفة في لندن سناء قررت انها تيجي في حماية الامم المتحدة وتنزل مطار شرم الشيخ واتذكر فيكم يتعرض لي الغضانفر بتاعكم يقف لي انا جاية في حماية الامم المتحدة انا بدخل بلدي يا للعار يا للعار ان واحد يدخل بلده في حماية الامم المتحدة عشان لا نضمن سفالة ورزالة النظام ده عشان كده مونا سيف كتبت بوست عن اختها بتقول اهو مونا سيف وصل بامان الى شرم الشيخ سناء وصلت لديها حدث غدا غدا مع منظمة العفو الدولية هيومن رايت سورج وقافلة المناخ الالمانية يعتقد الكثيرون ان هذه خطوة خطيرة انهم على حق تماما ولكن ليس لدينا خيار هو مضرب عن الماء ولدينا ايام محدودة لانقاذه خطر فقدانه للابد يا فوق اي شخص اخر دعونا نأمل ان يخرج علاء بامان من السجن قريبا ايضا كل ما نطلبه هو انهاء هذا الفصل مع عائلتنا جميعا امنين يعني سناء اللي لسه كانت في الفيديو من شوية اللي نزلت شارم الشيخ دي اتخبطت ثلاث سنين سجن ومع ذلك بتعرض حياتها مرة تانية وحريتها للخطر والاعتقال مرة تانية عشان توصل صوتها الكل اللي عاديم في المناخ اخويا بيموت موقف في تحدي وبطولة غير عادية لبنات الحقيقة ملقوش قدامهم الا حياتهم يعرضوها للخطر عشان اخوهم قداموا ايام ويموت لكن بجراءتهم دي وشجعتهم مرمطوا قرامة السيسي في الارض وتحدوا دولة السيسي البوليسية من ساسها لرأسها وده اللي كتبوا الاستاذ جمال سلطان كتب وقال الناشطة سناء سيف شقيقة علاء عبدالفتاح عادت من لندن الى شرم الشيخ فجر اليوم بحماية الامم المتحدة والحكومة البريطانية ولم يجروا اي غضانفر من الاجهزة الامنية الاربعة في المطار ان يوقفها او حتى يسألها سناء مسحت بكرامة نظام السيسي وقضاءه الارض طوال الاسابيع الاخيرة سلطة خاف ما تختشيش اما الاستاذ الكاتب كي سليم عزوز فكتب عن سناء سيف يقول او كتب البوست ده بيقول سناء سيف شقيقة علاء عبدالفتاح تصل الى شرم الشيخ قادمة من لندن فين المدني اللي هنا ليه توصرها لكده وكان يمكن ان تعلم السياسة من كلام الاخدمين لو جالك الغزب عديه بجميلة السياسة تحتاج الى اصحاب القدرات الخلاقة وليس ثن مد وتسعى استعد برضو فين المدني اللي هنا ما فيش مدني بصات كتيرة تعطفت مع سناء سناء خارجة لسه من ثلاث سنين سجن لما ظابط الامن الوطني اعتدى عليها قدام السجن ويبتزور اخوها واعتدى عليها مرة او اقبض عليها من قدام مكتب النائب العام في التجمع الخامس وخارجت ثلاث سنين سجن ومع ذلك خرجت ورجعت تدافع عن اخوها عشان كده كان فيه تعطف مع سناء سيف منه شطاء مصريين ودوليين ودهوء الليلة الماضية سناء سيف وصل لشارم الشيخ يغبر العاملون في قمة كذا ما هو الواقع اليوم المصريين الالاف المواقع والمنصات المحجوبة بمن في ذلك مواقع الجمعيات المضيفة ثم داخل مؤتمر تسنيم السوب من سي اي ان دولية تنطق اسم في الميكروفون ده تاريبة الترجمة تعطف دولي كبير اوي ما اسمع بتقول ربنا حافظ عليها وترجع بالسلامة هي وعلاق في ايديها سناء وصلت شارم الشيخ تعطف كبير اوي ليها وعشان جرات البنات دي وشجعتهم العالم كله بيتعاطف معهم وبيضغط لانقاذ اخوهم من الموت والحقيقة لو السيسي بيفكر ولو نظامه بيفكر ما كانش عرض نفسه للفيلم ده وهطر لانه في الاخر حاجة من اتنين ما لهمش تالت لو علاء مات لا قدر الله لا قدر الله لو علاء مات في المعتقل هتبقى فضيحة تاريخية دولية للسيسي وهتكلفه فلوس كتيرة عشان يغسل الدم من ايده وده اللي حصل لمحمد بن سلمان بعد ما انطلق زي الصاروخ جريمة واحدة رجعته قرون وراء وهي جريمة قتل جمال خاشغجي كان قبلها محمد بن سلمان بيقدموه في العالم كله على انه المستنير الحر الذي سيقود هذه المنطقة الى التقدم مقتل جمال خاشغجي وتردد اسمه فيه محك كل اللي عمله محمد بن سلمان وإلى الابد نفس القصة في السيسي قدامك خيارين لو انت بتفكر لو علامات في السجن هتبقى دي حقيقة زيك مصيرك مصير محمد بن سلمان مهما دفعت من اموال اما اذا طلع فده معناه انهم ضغطوا عليك وطلعوه كممكن ما تحطش ضارك في الحيطة قوي كده كمان لان فيه ضغوط كبيرة على السيسي ان يطلعوه اهو ضغوط رئيس وزراء بريطانيا للافراج عن علاء ده بوست مكتوبة هو رئيس الوزراء بريطاني سوأكد للسيسي اهمية الوصول الى حل السريع لقضية علاء ضغط عليه جامد جدا سفير بريطانيا السابق في مصر جون كاسون نشر مقال عنيف في التايمز الاستاذ جمان السلطان بيقول سفير بريطانيا السابق في مصر جون كاسون ينشر مقالا عنيفا في التايمز يقول ان علاء فتاح مسجوم بتوع مهمية وان العساكل الذين يحكمون مصر الان متوحشون لا يحترمون قانونا ولا انسانية ولا يحترمون انفسهم الا بان تظهر لهم العين الحمراء ويدعو رئيس الوزراء بريطانيا الجديد ان يعرفهم حجمهم هطرت نفسك ليه انت ليه غبي قوي كده ليه توصل نفسك لمرحلة ان سفير في التايمز يكتب انك انت لازم تعرف حجمك وانك انت ما بتحترمش نفسك ليه توصل نفسك للقصة دي لا عدالة مناخية بدون حقوق الانسان الحقيقة وصلت نفسك لنفس المعركة اللي قدتها قطأ ضد امير قطر بعد ما صلت عليه كلابك الاعلامية بعد انت ما قمت وسبت وبيتكلم في القمة العربية اللي قبل اللي فاتت احتجت له وتزلت له وروح قعدك مع رجال اعمال واعلامك كله قاعد يطب بالامير تميم والنهاردة بتمسح جوخ للامير تميم خسرت معركة انت كنت اسكى مفروض اسكى من كده نفس القصة في معركة علاء لو علاء اللي قدر الله مات انت ومحمد بن سلمان في نفس الكورنر اما لو علاء خرج فمعناها ان انت بلا كرامة وان بالضغط عليك طلعت علاء وضربت بالقانون عرض الحائط كان ممكن ما توصلش نفسك للمسألة دي اصلا لان علاء مسجون بلا تهمة زي وزي عشرات الالاف اللي تسجنوا في مصر الحقيقة ان احنا قدام نموذج ملهم لأسرة مصرية بتتحدى نظام بأسره تلت ستات تلت ستات بيتحدوا جيش وشرطة وقضاء التلت ستات من أسرة واحدة مسحوا بكرامة السيسي الأرض مسحوا بدورة العسكر في مصر الأرض وسواء خسروا معركتهم او خسروا علاء او كسبوه وان شاء الله يكسبوه سواء ده او ده ستظل التاريخ يشهد التلت ستات دول انهم زلوا عبدالفتاح السيسي وكشفوا وجه الحقيقي التلاتة دول نموذج ملهم لأي حد عايز حقه بشجاعة وجراءة وقادر يحرج نظام بوليسي قمعي وممكن يجبروا على انه يرضخ ويفرج عن علاء ولو ما عملش كده يكفيهم شرف انهم ناضلوا عن قضية نضال حقيقي او زي ما قال علاء نفسه في كلامه الرائع عن الحلم والامل والنضام ان اصروا على معاملتنا كحيوانات بلا اهلية فليكن ولكن لنتخطى الماشية والدواب والحيوانات الاليفة والمدربة ولنستلهم من الزواحف ونجوم البحر وديدان الارض تلك الكائنات القادرة على التجدد بعد اي اصابة مهما عظمت لنتقبل فقط ان ما ينمو عند موضع الاصابة قد لا يطابق القديم قد يبدو شائها لكن تمعا قليلا سترى جمال المشوة فالمسخ وحده يحمل تاريخ الحلم والامل وواقع الهزيمة والألم معا المسخ وحده لا ينسى جراحه القديمة ولا يخشى جراح جديدة علاء عبد الفتاح علاء عبد الفتاح